مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي يعطني كي هضروا على الماء وش نعطيهم الماء فوقاش نعطيهم الماء فوقاش نخرجهم مية لكلو كل شي انشاء الله لنجاوب عليه فهذا الحكم اذا قاع الصغار دي الأرانيب يعني حديثي الولادة اول مرة قدي تولد لكم شي ارنابة ان ينشوفوا الارنابة والدات مات حاديوش في الصغار ديالها اولا ما يتقربونهم مش خليهم القادية دياله وش غدي يأكلوا لما يأكلوش دكشي في اللي ولكت كل الحليب ديال الأم هدي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي اما النخالة مخلطة مع الماء دافئ في الصباح يعطيوها مع القادية العسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس اللي ما عندهمش امكانيات مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن في الصباح الباكر والعسل هادشي بالنسبة للصغار يعني الله تولدو راه الام هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعقيهم تشي حاجة يعني الام هي قادرة يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوا انتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني بقين ما خرجوش ولكن المشكلة فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردى تمو كتولي كتولي يعني ماشي يعني هدوان فرق ما بين الأنثى اللي خليتها أعطيتها واحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطنهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلوا دورة يعني مباشرة غيكة تولد الأنثى كيعطيعوها للدكار عاوتاني كيزوجوها مع الدكار عاوتاني اسمو كيوقع أنها ما كتقش تهتم الصغار ديالها بالشكل الكافي لأنها عندها أجنة أخرين في الكرش صغار أخرين عندها في البطن ديالها اسمو غادي تولي ما كتردعون مثلا نقوله كتردعون ثلاثة مرات كيلي كتردع ثلاثة مرات وكيلي كتردع جوجو مرات في اليوم اسمو كيوقع لها كيوقع لها أنها كتردعون مغي مرة واحدة من كتردعون مرة واحدة هما كي إلى المرب يطلع عليهم كتردعون كي يلقى باللي البطن دياله يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني من كي يطلع عليه كي يبلو مشوك ما هو يمشوك؟ وهو أن الزغب دياله يكون طالعي نقوله مسوك هادك مسوك ماشي رافيه البلد لا رافيه الزغب عشنو نديرو حناية في العمر ديال العشرين يوم كيما كتشوفوا معايا عشنو قدرت لهم هادو كنقى الرميل هم يعني الأكل ديالهم بيت الولادة يعني هايا الأم هايا كتتاكل من العجل من العلافة وكيلي كي يكلوا معاها من العلافة راهو مكينين ولكن نبقى الرميل هم هما لداخل باش نساعدهم يعني وخة كي يردعو من أمه نساعدهم شوية لوقيته اللي الرميل هم فيها الماكلة ماشي يعني الفصة رميل هم دابر الفصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الأخضر فالوقيته هادي ان انا مغالي تصابوكم بإسهالات إذا اسمو الفكرة اللي بغيت نشرح وهي ان منين الرميل ولها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرة هم الرميلهم علهاش اسمو السبب لأنه إلا مشيتي ترميتي لهم هما هي غا تقاد تحقر عليهم و تقاد تضربهم باش تاكل الماكلة أما إلا عطيتهم في نص الوقت هي كتاكل هايا هي كتاكل هما وهما كيياكلوا في نص الوقت هانت هما هما اسمو هادي دير هما كيياكلوا الاشياء الرقيقة و كيخليوا لها هي الاشياء الغلية ذاك العيدان و هادي ديال الفصة هما كيياكلوا غير الحاجة الرقيقة و هي كتدخل كتكمل هذا الشي حدب هاد 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 العيدان هادو را واحد ربوا ساعة ما غادلقاش تحبه في التم هادلقاهش ان هما كياكلوا و هي كتاكل بالنسبة الناس كيترحوا التساؤلات عشانو نوع الاكل و اش نعطيهم الخبز جاف و اش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم و ما تعطيهم السيكالي الخبز جاف و فوقاش من يكملوا شهر و غي تدقديق دياله و غي تفرسيط دياله يعني تدقوهم زيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لانا كيكون باقي و ما تفطموش سمو كيوقع الناس اللي كي مشوا يعطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني الكارم كيوقع انا كيلقى الارني دياله تحجروا سمو يتحجروا كيوليوا كرش ديالهم قاسحة هادك موضوع اخرى هادة كيولي الارنب يخصك تةةةةةةةةة تتعامل معاه باش يقدر يعيش لاناكي كيوليك صافي الكرش دياله ما كتقاش تقدر تدخل وخاك يبغيش رب الماء كرشول الأمعاء ديالو مكي مكيهضموش إن المسيرنات ديالو كيكونوا باقي نعاد صغيرين بالنسبة لسموت عطيهم عطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسووني عليها أنا هي لكي تعطى الماشية منين تمشيوا للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن تبن راه معروف من لابد ما تلقوا معاه الفصة وتلقوا معاه الخرطة إذن هاد الأشياء هادو من لابد ما غادي تلقوهم في السوق هادك الفصة فيها أنواع كي اللي العيدان ديالها طوال وكينا اللي العيدان ديالها قصار بالنسبة للألانب عموما كيبغيوا الفصة اللي العيدان ديالها قصار وتما كتضيعوش فيها لأنه ميكي يكونوا طوال الأغلبية كيخليوا ذكي العيدان انتوا مشريوا هاد البائع قولوا يعطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالألانب غي غادي تقولوا لها خاصة بالألانب برا غادي عرف غي قولوا هال البائع غادي يعطيكم اللي خاص بالألانب بالنسبة لما الماء ضروري أنه اللي خاصة بالألانب لا ما يعطيوش الألانب بالماء ها هانتم كيما تشوفوا أنا راني أعطيهم الماء في العشرين يوم الأولى هو مسكنكي يتشعبط ويقلب على الماء بالإضافة إلى الحالي ديال الأم والماء فوقاش يبقوا يشربوه مني كتكل شوية درجة الحرارة فتكسر سافع لابد الإنسان مني كيكون الجو بارد كتلاحظوا أنكم كتقش تشربوا الماء الزف وخواه ضروري للجسم وخواه سكم تشربوا الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا أنكم كتشربوا بزاف كثر من الحد المياه علاش لأن الجسم كيحتاج المياه هو كيعتك واحد يعني ناقوص خاطر كيقولك أنا بغيت بغيت الماء لان هذا هو موضوع دينا دينا هاد النهار كنظن أنني أحدث لكم يعني ببساطة عسمو كيبغيو الأنانيب الصغار يعني كيفاش تتعاملوا مع الأنانيب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات طيبة ديالكم الناس لي ما زل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بدعم ديالكم كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام باش تساندونا قناة غادي بدعم ديالكم يعني تساندوني ما تنسونيش بجير زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصير لكم الجديد ديالي إن شاء الله في اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا